أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى ثم أما بعد طالبات الحبيبات يتجدد اللقاء بكنا في محطة من محطات ثقافتنا الإسلامية ونحن اليوم بإذن الله عز وجل في معرض الحديث عن النظام الاقتصادي في الإسلام لنكن ابتداءا على علم ونذكر بأن ثقافتنا الإسلامية زاخرة بالكثير من العلوم والكثير من السنون والكثير من المعارف والكثير من الضوابط التي شكلت ملمحا لهذه الثقافة العريقة التي شكلت الهوية الإسلامية وبناء على ذلك سنجد أن هذه الثقافة الإسلامية عكست الكثير من الأنظمة في ثقافتنا الإسلامية كالنظام الاجتماعي والنظام الثقافي والنظام السياسي وكذلك النظام الاقتصادي ومختلف الأنظمة فعندما تحدثنا سابقا عن نظام الأسرة فنحن بذلك نخط بنودا عريضة عن نظام اجتماعي خطته الثقافة الإسلامية وعملت على تصديره كأنموذج مثالي للعالم بأسره اليوم سنتخذ بإذن الله عز وجل من ضمن هذه الأنظمة النظام الاقتصادي كيف تعامل الإسلام مع المال ما هي نظرة الإسلام للمال هل المال ضروري أم أنه أمر ليس بضروري هذا ليس في نظرنا وإنما في نظر الإسلام وما هو أصلا ابتداء النظام الإسلامي في الإسلام وسنتطرق بإذن الله للحديث عن أنواع الملكية وقبل أن نتحدث عن أنواع الملكية سنتحدث ما هي الملكية في الإسلام عندما أقول أنني أملك شيئا ما ما معنى أنني أملكه من منظور إسلامي هل كل من امتلك شيئا كان فعلا ملكا له أم أن هناك شروط يجب أن تتوفر في الملكية حتى تكون هذا الأمر ملكا لي أو لغيري ثم بعد ذلك سنتحدث بإذن الله عن أنواع الملكية في الإسلام لنصل بإذن الله إلى المحطة الأخيرة والتي تتحدث عن الخصائص التي تميز بها النظام الاقتصادي عن غيره من الأنظمة كالنظام الشيوعي والنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي وكيف بنا كمسلمين أن نفخر بهذا النظام الاقتصادي بما فيه من أحكام وبما فيه من رؤية رشيدة تستطيع بإذن الله الرقيب الفرد والمجتمع دنيا ودين يعني نحن لا ننظر إلى فقط جنة وإنما ننظر أيضا إلى دنيا نعيش ونعتاش منها وأن يكون معنا أموال ونكون ننعم فيها بحياة كريمة لا يمكن للحياة الكريمة أن تتوفر إلا للأسف في ظل وجود أموال كيف نحصل على المال؟ كيف ننفق هذا المال؟ عندما نمتلك المال ما هي الشروط الواجب توفرها في ملكية هذا المال؟ ثم بعد ذلك كما قلنا ما هي الخصائص أو المميزة التي فعلا نستطيع أن نفخر بها أن كان هذا النظام الاقتصادي نظاما يعني يخص تنظيم علاقتنا بهذا المال نأتي ابتداء إلى تعريف النظام الاقتصادي تفضلي بارك الله فيك إذن النظام الاقتصادي بشكل عام هو مجموعة من الأحكام الشرعية هذه الأحكام الشرعية ماذا تتناول بالدرجة الأولى؟ تتناول بالدرجة الأولى الحديث عن الحياة الاقتصادية بشكل عام ما هو رأس الحياة الاقتصادية أو روح الحياة الاقتصادية؟ المال هذا المال كيف يتنظر إليه أو ينظر إليه ديننا من حيث اكتسابه وإنفاقه كيف نكتسبه وفيما ننفقه وأيضا ينظم فعليا علاقة الإنسان بهذا المال علاقة الإنسان بهذا المال من حيث صيانته حتى عندما أريد أن أستثمر في هذا المال أو عندما أريد أن أحافظ على هذا المال هناك أيضا قيود وشروط لابد للإنسان المسلم أن يتقيد بها ليكون إنسانا عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى كيف يصون هذا المال وكيف يحافظ عليه وكيف ينفقه هذا بالنسبة لتعريف نظام الاقتصادي كأي نظام عالمي وعندما نقول نظام إذن نحن نتكلم عن خطوات هذا النظام الذي حافظ على المال ووجهنا لكيفية إنفاق المال هل كان له من أهداف؟ قطعا نعم هناك النظام هذا النظام الاقتصادي له أهداف نحن نسعى كمسلمين لتحقيقها من خلال هذه الأطر التي وضعت لهذا النظام تفضلي بارك الله فيك نحن كمسلمين كما نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأمرنا بعبادته كذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى استعمرنا في هذه الأرض وجعلنا خلفاء في هذه الأرض ولأننا خلفاء في هذه الأرض إذن لابد أن نعيش حياة كريمة لابد أن نعيش حياة كريمة ولا يمكن أن نصل إلى الحياة الكريمة إلا عندما نصل إلى أول أمر وهو العدل والكفاية أهم هداف النظام الاقتصادي وهو تحقيق العدل والكفاية معنى العدل والكفاية أن لا يكون بين المسلمين وفق تطبيق هذا النظام جائع ولا يكون بين المسلمين عار ولا يكون بين المسلمين إنسان لا يجد مسكن أو مأوى أو دواء إذن نحن نريد أن نحقق حد الكفاف إيش هو حد الكفاف؟ وما هو حد الكفاف؟ هو حد الحياة الكريمة الذي يحفظ للإنسان كرامته ويحفظ للإنسان ماء وجهه واضح؟ إذن أول أهداف النظام الاقتصادي تحقيق الكفاية والعدل بين أفراد المجتمع المسلم تفضلي تحقيق الرفاهية هل ينظر الإسلام فقط إلى تحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة؟ لا وإنما النظام الاقتصادي يتطلع إلى ما هو أرقى من ذلك ويتطلع إلى ما هو أعظم من ذلك إلى ماذا يتطلع؟ إلى تحقيق أو رفع الإنسان من حد الكفاف إلى الرفاهية والغنى تفضلي بارك الله فيك نحن نعلم أن المجتمع أو البشرية بأسرها الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق في المال في الأولاد في الصحة في العلم في كل شيء الله فضل بعضنا على بعض ولذلك لو قلنا أو سألنا سؤال هل فعليا كان يوجد طبقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان الغني والفقير؟ في عهد النبي أريد أن أسمع بعض الآراء تفضلي كان رسول صلى الله عليه وسلم شديد الفقر بكانه وعمامه وهذا كانوا كثيرا غنيين أنه في الخير كان في عندهم أراض وكان فيهم تجارة وإزده كلام جميع هل من رأي آخر؟ ويام العصور قبل رسول أيام الجهنية كان في غنو في فقر صحيح طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك غني وفقير؟ أكيد أكيد بل إن بين بين الصحابة رضو الله عليهم من كان موسرا ومنهم من كان معسرا فنجد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان من أغنى الأغنياء بل إنه لوحده مول جيشا كاملا وهو جيش العسرة بينما غيره من الصحابة لم يكن له إلا رداء أو رداءين ليكتسي به أليس كذلك؟ وهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذن فعليا وجود الطبقات كان موجود والأدل على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدد من الصحابة ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون بارك الله فيك بارك الله فيك هي تذكر أنموذجا إسلاميا فعليا عندما مات لم يجد فيه خزانته يعني ما يعيل حتى أبناءه من بعده لكن أنا ما أريد قوله الآن ما أريد قوله الآن بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم عندما ذهبوا وكان هؤلاء الصحابة هم من الصحابة الفقراء الفقراء ذو الحاجة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله ما معنى هذا الحديث؟ أي أنهم يقولون أن هؤلاء الأغنياء أخذوا الأجر أكثر منه لماذا؟ لأنهم يصلوا كما نصلي ويصومون كما نصوم لكنهم بماذا يتميز علينا؟ بصدقة بصدقة المال تمام؟ فكانوا يشتكون ليس من أجل الدنيا حتى شكوى الصحابة لم تكن طمعا في الدنيا أو في المال وإنما لأنهم شعروا أن هذا المال بإمكانه أن يكون بوابة إلى الجنة أو إلى جنان ولذلك قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله الآن عندما قالوا هذه المقولة على ما تدل؟ على الطبقات التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يقولون طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على أنه بكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهيون عن المنكر صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة فحتى الصحابة رضوالعلم وهم يفعلون يعني الأغنياء يستطيعون أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يتبسموا في وجوه إخوانهم إذن حتى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروا أنهم شركاء مع الأغنياء في الأجر فيه ولكن في النهاية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء إذن من أهداف النظام الاقتصادي نحن لا نقول القضاء على الطبقات ولكن التخفيف ليس من الظواهر الصحية أن يكون المجتمع طبقتين طبقة مخملية وطبقة مدقعة الفقر هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف وإنما الأصل التخفيف من حدة أو من الهوة الواسعة الموجودة بين الطبقات وذلك بتصدق المتصدقين من الأغنياء على الفقراء واستثمار أموالهم وتشغيل هؤلاء الفقراء في مالهم بحيث يخف لا يخف عدد الطبقات الفجوة بين الطبقات تخف وتصبح بإذن الله وبالتعاون وبفضل أحكام الشريعة أقل إذن أهدف النظام الاقتصادي كما قلنا تحقيق الكفاية والعدل وكذلك تحقيق الرفاهية والتخفيف بين الطبقات ليه ننتقل نحن أجبنا عن السؤال هل كان هناك طبقات؟ طبعاً كان هناك طبقات في أهد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله نحن قلنا أن نروح النظام الاقتصادي هو المال ولا يمكن أن نتكلم عن نظام اقتصادي بدون وجود مال السؤال الذي يطرح نفسه ما هو تعريف المال في الإسلام؟ تعريف المال تفضلي يعني قالت هي كل ما ينتفع به مادياً أسأل سؤال أسأل سؤال جهاز الجوال هل يعتبر مال؟ هل يقال عنه مال؟ صحيح ينتفع به مادياً ويباع ويشترى بالمال إذن هو؟ العقار مال الأراضي البيوت أليس كذلك؟ إذن كل ما يمكن الذهب مال إذن كل ما ينتفع به مادياً يعتبر في نظر الشريعة مال طيب سؤال مهم جداً لماذا؟ أو ما هي نظرة الإسلام للمال؟ كيف ينظر الإسلام لهذا المال؟ تفضلي بارك الله فيك أولاً الإسلام يعترف بأهمية هذا المال ويعتبر أن هذا المال ضرورة من ضروريات الحياة بل إنه من الأمور التي تسهل علينا أمور الحياة بل هو أحد أسباب السعادة في الحياة أحد أسبابها ليست كل السعادة فقال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فهو زينة وسبب من أسباب السعادة ولم ينكر الإسلام أبداً هذا الأمر تفضل بارك الله فيك نحن نسعى في هذه الدنيا لماذا؟ أولاً أولاً نسعى فقط من أجل الحصول على المال يعني ممكن أنا أستطيع أن أحصل على المال بالسرقة هنا حصلت على المال إذا كانت النتيجة الحصول على المال يعني أسرق هوينة لا أسرق مبلغ كبير وإنما أسرق مبلغ صغير بالأوقات الصحة بالحلال إذن انت لخصت الموضوع نصلي على رسول الله إذن أولاً أمر مهم جداً لأنه من أحد أسباب السعادة في هذه الدنيا إذن إحنا مطلوب منا مطلوب منا أن نحصل على المال لكن هذا المال الأصل أن يكون في أيدينا ولا في قلوبنا في أيدينا وفي قلوبنا إذا كان هذا المال في قلبي فسأفعل المستحيل حتى أحصل عليه ولو بالحرام اختلفت الرؤية لكن لو كان في يدي ليس هو من يعني يوجهني وإنما أنا من يوجه المال قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم عبد الدينار والدرهم هو الذي جعل المال في قلبه فكان الموجه له ماذا؟ المال فأينما صار المال صار ولو بالحرام لكن عندما يكون في يد الإنسان ويتحكم به أي وهو الذي يتحكم في المال فهنا يعتبر المال في حق هذا الإنسان وسيلة من وسائل الحياة أتناعم بها وأوسع على نفسي وعلى أبنائي بها لكن لا تكون هي الهدف الأسمالي في الحياة ليس الهدف تحقيق أرصد في البنوك أو عدد أو مبلغ مالي عالي بحيث يقال عني أنني غني أو أنني من الملياردرات لا إطلاقا نحن نسعى للحصول على المال لصرفه في مرضات الله يعني حتى عندما أنفق على عيالي أعلم أن إنفاقي على عيالي وعلى زوجتي صدقة أليس كذلك؟ إذن الحصول على المال عندنا في الإسلام ليس غاية وإنما وسيلة للوصول إلى أهداف كثيرة جدا أريد أن أبني بيت أريد أن أفتح مشروع أريد كذا لكن ليس الهدف فقط تحصيل المال وإنما الهدف أسمى من ذلك الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى تفضلي بارك الله فيك نحن نعلم أن مقياس التفاضل عندنا في الإسلام التقوى والعمل الصالح إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا يمكن أن ينظر الإسلام إلى المال باعتباره سبب تفضيل عبد على عبد فنحن من الأشياء التي ننتقدها دائما يعني حتى عندما تقام الولائم وعندما تقام الحفلات والموائد للأسف يستدعى إليها من؟ الأغنياء والوجهاء ولكن الأصل فيها إشباع الفقراء أليس كذلك؟ طيب لماذا هذا التناقض؟ لأننا للأسف اتخذنا المال معيارا للتفاضل فنحن نتباهى جاءني الوزير جاءني المدير جاءني الرجل الأعمال للأسف الشديد فنحن ننظر إلى المال باعتباره ليس أداة لتفضيل عبد على عبد وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذه هي نظرة الإسلام للمال كذلك تفضلي المال له أهمية كبيرة وملكية مصونة لقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله من قتل صحيح بارك الله فيك المال له أهمية كبيرة والدليل على أهمية هذا المال أن ملكية هذا المال مصونة بمعنى أنني صاحب المال لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يتعدى على مالي ولو افترضنا جدلا أنه أراد أن يتعدى على مالي بصرقته ماذا نفعل؟ الأصل الدفاع عن المال نحن أخذنا من ضمن الضروريات المحافظة على النفس والمحافظة على الدين والنفس والمال فمن ضمن المحافظة على المال الأصل أني أنا أحمي هذا المال لو اضطريت ولم أستطع الدفاع عن هذا المال إلا بالنفس من قتل دون ماله فهو شهيد الذي مات وهو يدافع عن ماله يعتبر عند الله سبحانه وتعالى شهيد لماذا؟ لأن هذا المال كما قلنا يعتبر له ملكية مصونة مصونة شرعا ولها قدسية عند الشرع واضح؟ هذه باختصارية نظرة الإسلام للمال لننتقل بعد ذلك بإذن الله عز وجل للحديث عن لماذا وضع الإسلام نظام للمال الآن كما قلنا الآن أنا أستطيع أن أقول أن الجوال ملكي صحيح؟ وأستطيع أن أقول أن هذا الذهب ملكي وأستطيع أن أقول أن هذا اللباس ملكي وأستطيع أن أقول أن هذا اللابتوب ملكي أليس كذلك؟ مفهوم الملكية عندنا في الإسلام كيف أستطيع أن أحدد إذا هذا الأمر كان ملكي أو لا يمكن أن اعتباره أنه ملكا لك ما هو المحدد؟ هناك معيار أو ضابط لهذا الأمر ما هو؟ ما هو؟ نستطيع أن نستشف من تعريف الملكية ولو كانت مصرية حرام بالمصادر المشروعة أيوة بارك الله فيك أهم نقطة حتى أستطيع أن أحدد إذا كان هذا المال ملكا لي أو ليس ملكا لي أن أكون قد حزت على هذا الأمر من مصادر مشروعة يعني لو قلنا أن تاجرا للمخدرات اشترى بماله كمية من المخدرات هل تعتبر ملكا له؟ ولذلك جاز للحكومة أن تأخذ هذا المال وتحرقه أليس كذلك؟ كما حدث قبل أيام طيب أليست من ماله؟ من ماله لكن لماذا أصبح للحكومة الحق في التصرف هذا المال؟ لأنها لا تعتبر ملكا له ولا تدخل ضمن ملكيته لأنها جاءت من مصدر حرام من مصدر غير مشروع إذن أي شيء أمتلك حتى أستطيع أن أقول أنه ملكا لي يجب أن يكون قد أتاني من مصدر مشروعة إذن هي حيازة الأموال من مصادرها المشروعة لماذا وضع الإسلام هذا الضابط؟ لماذا وضع نظام للملكية؟ تفضل يا حبيبي أولا بطبيعة الإنسان وتحبون المال حبا جمع فطر الإنسان على حب المال ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا أليس كذلك؟ فحتى لا يطغى المال على نفسية صاحبه ويريد أن يحصل عليه بكافة الأشكال وبكافة الطرق وبكافة الوسائل قتلا أو نهبا أو صرقة أو استغلالا أو من باب الجشع والطمع لو نحن لم نضع هذا الضابط سيكون هذا هو الحال أنني سأحصل على المال بأي طريقة لكن عندما قيدت شرط أن يكون هذا المال ملكك أن تحصل عليه من مصادر المشروعة ماذا فعل؟ هذب هذه النفس التي تحب المال فنحن نستطيع بهذا الشرط أن نقول بأن الإنسان الذي يحب المال يمكن أن نغلف هذا الحب للمال بسياج الشرع فلا يطغى حب المال على نفسية صاحبه ولا يتجرع على فعل ما يحرم للحصول على المال بأي طريقة أيضا تفضلي تفضلي بارك الله فيك ما علاقة الملكية بالفقر؟ الآن نحن كما نظرنا إلى الإنسان الذي سيحصل على المال بأي طريقة وسيصبح إنسانا مترفا كمان ننظر إلى هذا الإنسان متقع الفقر متقع الفقر الإنسان الذي ربما لا يجد قوت يومه لو لم يوضع هذا النظام للملكية من نظام الملكية وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أقصد بهذا الكلام أن المال الذي في جيبي ليس كله لي لماذا؟ لأن جزء من هذا المال حق للفقراء عندما أعرف حق الفقراء فيما أملك من المال وأخرجت هذا الجزء من المال ماذا سنفعل؟ بهذه الطريقة لو كل غني تصدق بماله أو أخرج زكاة ماله هل سيصبح هناك ظاهرة فقر؟ على الإطلاق إذن نظام الملكية يعالج خطورة الفقر وآثاره المدمرة الآن الفقير الذي لا يجد قوت يومه ويجد الغني يعبث بالمال يمنة ويسرى يسرح ويمرح بهذا المال هو وأبناءه وعياله ويصل به الصرف إلى حد الطرف والإصراف والتبذير ماذا سيرث هذا الأمر في نفس الفقير؟ الحقد الحسد الغل أليس كذلك؟ ولذلك الإسلام وضع نظام خاص للملكية حتى يعالج الأثار المدمرة لخطورة الفقر نأتي الآن لنقول أن الملكية عندما أملك المال قد نملك هذا المال على المستوى الفردي وقد نملك على المستوى يعني أكثر من فرد وقد نملك على مستوى جماعي وقد يكون هذه الملكية على مستوى عام على مستوى الدولة لنأتي على أنواع الملكية النوع الأول وهي الملكية الفردية بارك الله فيك وهي أن يحوز الشخص نفسه شيء يخصه بيت بيتي ملكي هذه ملكية فردية لا يشاركني فيها أحد ومصنعي وصيارتي وجهازي والمحمول كل ما يتعلق به إن كان فعليا هذا أنا أملك وحدي إذن حق الانتفاع به لوحدي لوحدي لأنه ملكيته فردية لا أحد يشاركني في هذا الحق ثم إن هناك ملكية مشتركة كأن يشترك اثنين في مصلحة ما فمثلا كان يشترك في سيارة تعمل على الخط أليس كذلك؟ الربح والخسارة لمن؟ للاثنين لماذا؟ لأنهم شركاء في المال هل يجوز أن يقول الربح لي والخسارة عليك؟ لا يجوز إذن ما دمتم شركاء في المال إذن يتم التقاسم في الربح والخسارة ونسمي هذا ملكية مشتركة كان يشترك كما قلنا اثنين أو أكثر في شركة معينة في سيارة في عمارة في مصنع في أي شيء المهم أن تكون المصالح بينهم مشتركة والمال المدفوع فيه مشترك العائد من هذه الملكية سيكون أيضا مشترك سيكون مشترك لمن دخل في هذه المصلحة ثم بعد ذلك نتطرق إلى الملكية الجماعية ومعنى الملكية الجماعية تفضلي هناك بارك الله فيك بارك الله فيك عندما ننظر إلى المستشفيات تعتبر حق جماعي يعجوز للجميع الانتفاع بهذه المستشفيات والمستوصفات وكذلك شطئ البحر وكذلك المنتزهات وكذلك الأماكن العامة بشكل عام المدارس بارك الله فيك الجامعات إذن هذه تعتبر فيها الحق أو الملكية جماعية كلنا نملك حق الانتفاع بهذا المكان واضح؟ تمام ثم بعد ذلك نقول أو نأتي إلى الملكية العامة أو ملكية الدولة ما هي ملكية الدولة؟ تفضلي هي الملكية التي تتعلق منفعته بجميع دعاية الدولة الإسلامية وتشمل هذه الملكية جميع ما في باطن الأرض من أموال لا تشملها الملكيات الصادقة وهذه الملكية هي المناشم الكبيرة والفترول والضراب والخروج الملكية بارك الله بارك الله فيك الآن عندما نتكلم عن ملكية الدولة نحن نتكلم عن شيء أوسع من مدارس ومستوصفات وجامعات ومستشبيات لا نتحدث عن شيء أكبر نتحدث عن ما يوجد في باطن الأرض من نفط من غاز من كنوز من مناجم وأيضا نتحدث عن الجزية والخراج نحن لا نعرف الجزية والخراج في عصر لكن نعرف الضرائب الضرائب هذه حق للدولة حق للدولة وملكيتها ترجع لمن؟ للدولة الجمارك والضرائب وما إلى ذلك أليس كذلك؟ تمام إذن كما قلنا أن النظام الاقتصادي عندنا قسم الملكيات إلى أربع أقسام فردية ومشتركة وجماعية وكذلك ملكية دولة ننقف عند المحطة الأخيرة في هذا النظام الاقتصادي ونتحدث عن أهم الخصائص التي تميز بها النظام الاقتصادي عن غيره من الأنظمة الأخرى والتي جعلته نظاما متفردا بما فيه من أحكام شرعية تفضلي بارك الله فيك أول خصيصة من هذه الخصائص أن النظام الاقتصادي عندنا رباني المصدر والتشريع ولو لم يكن إلا هذه الخصيصة لكفت بمعنى كون أن كل الأحكام الشرعية التي نطق بها النظام الاقتصادي والتي جاء من أجلها النظام الاقتصادي إنما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى وقد أوجبها الله سبحانه وتعالى وفرضها علينا طبعا جمال المصنوع من جمال الصانع وحكمة المصنوع من حكمة الصانع وقوة المصنوع من قوة الصانع الله سبحانه وتعالى الذي خلق النفس البشرية والله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون بأسره ورتب ذراته بحكمته وبقدرته سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعرف ما يصلح هذا الكيان والذي يعرف ما يمكن أن يدعم هذا الكيان ليكون إنسان ناجح وليكون إنسان يعني يرقى بنفسه وبمجتمعه كل الأحكام التي جاء بها النظام الاقتصادي الآن من الذي أحل البيع؟ من الذي حرم الربا؟ من الذي حرم الغش؟ الله إذن كل هذه الأحكام التي ضبطت النظام الاقتصادي إنما هي من عنده لأنه إلا وحي يوحى حتى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان بوحي من الله سبحانه وتعالى وهذا فرق جوهر بين نظامنا والأنظمة الوضعية الأخرى التي وضعتها بعض الأنظمة الأخرى كالإشراقية والشعيعية والرأس مالية واضح؟ تمام ثانيا من ضمن الخصائص نريد أن نسمع اقتصاد تفضلي هناك تفضلي بارك الله فيكي نظامنا شوفوا ديننا بشكل عام دين وسط كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله طبعا نحن أمة وسط في كل الأمور وخير الأمور أو صدها نظامنا الاقتصادي وسط ما معنى كلمة أنه وسطي ومتوازن؟ معنى أنه وسطي ومتوازن أنه استطاع أن يحقق توازنا رائعا وراقيا وفريدا بين الحق الجماعي والحق الفردي سنجد في بعض الأنظمة طغيان طغيان المنفع الفردية على حساب المجتمع فستنهار فستنهار المجتمع أو إلغاء الفرد وتكدس المال في يد الدولة وبهذا أيضا ستنهار المجتمع النظام الاقتصادي عندنا في الإسلام يعطي كل ذي حق حقه كما قلنا في أنواع الملكيات للفرد حق وللدولة حق ففي نوع من التوازن في نوع من الوسطية فلا يطغى عندنا مصلحة على مصلحة تفضل الاقتصاد الكفاية والعدل اقتصاد الكفاية والعدل وأظن أنه سبق الحديث عن أننا تكلمنا بأن هذا النظام البديع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى إنما هو نظام كفاية وعدل يضمن للإنسان الحياة الكريمة يضمن أنك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى إذن هذا النظام الاقتصادي كفل للإنسان الحياة الكريمة التي لا يجوع فيها ولا يعرى ولا للأسف الشديد يعني يكون فيه من العجز ومن الضعف أن يحصل فيه على الأساسيات في الحياة من واجبات الخليفة أن يوفر لكل فرد من هذه الأمة مدام خليفة عليها وقد أولاه الله ولاية هذه الأمة الأصل أن يحقق لهم كما قلنا الكفاية والعدل هناك تفضلي اقتصادنا بفضل الله سبحانه وتعالى واقتصاد تنمية وبركة كما ينظر إلى الفرد بأنه من حقه أن ينمي ماله ومن حقه أن يعني يستثمر في ماله جعل أيضا هناك حق لهؤلاء الفقراء في ماله فلا يجوز كنز المال لا يجوز عندنا كنز المال وإنما الأصل استثمار هذا المال وتشغيله حتى نستطيع أو حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم حتى لا يكون هذا المال حصريا في أيدي الأغنياء دون الفقراء عندما نستثمر هذا المال ماذا سيحدث في المال سانم ويكثر وتعود بركته على الغني وهو صاحب المال وعلى الفقير الذي عمل عند صاحب المال وبذلك يحدث هناك فيه نوع من الزيادة والبركة الزيادة والبركة إذن فعليا نظامنا من فضل الله سبحانه وتعالى هو نظام رباني نظام متوازن نظام فيه وسطية ونظام فيه تنمية ونبركة ونظام فيه تحقيق للكفاية والعدل وبهذا نكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من الحديث عن النظام الاقتصادي طبعا تحدثنا فيه بنوع من الاقتضاب وبنوع من الاختصار يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عما سواه برحمتك يا أرحم الراحمين في نهاية هذا اللقاء المبارك والميمون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كن ويرفع قدر كن وأن يزيد كن علما ونورا وتقن وهدى وغنى بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته